هي جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جناف حول ما يحدث في فلسطين خلال الاجتماع لم تخفي مفاوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي استياءها من قصف المناطق السكنية في غزة فقالت إن الجيش الإسرائيلي ربما يرتكب جرائم حرب بقتل المدنيين في هجومه المستمر منذ أسبوعين في القطاع فريق عملي يوصل توثيق حالات قصف عدة مناطق السكنية في غزة والتي أودت بحياة مدنيين فقط قبل يومين قصف مستشفى في دير البلح وقتل على الأقل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات بمن فيهم الأطباء هذه فقط بضع حالات يبدو أن انتهاك إسرائيل للقانون في غزة يصل إلى حد جريمة حرب بيلاي اعتبرت أن العمليات الإسرائيلية في غزة تكذب المزاعم بأن جميع الإجراءات الضرورية يتخذت لحماية المدنيين هناك لذلك طالبت طرفي النزاع بتجنب المناطق السكنية واحترام القانون الدولي وقانون الحقوق الإنسان الدولي أكرر بشكل صريح إلى كلا طرفي النزاع يجب تجنب استهداف المدنيين إسرائيل وحماس وكل المجموعات المسلحة الفلسطينية يجب أن يلتزموا بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي مجلس حقوق الإنساني اجتمع في هذه الجلسة الطارئة لمناقشة إصدار قرار اقترحه الفلسطينيون يطالب بتأمين حماية دولية لهم وبفتح تحقيق دولي حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة شكرا